اشتركوا في القناة العينة بتاعة المسألة اللي قدامك له DNA ام RNA معروف ان DNA بيحتوي على قاعدة تسمى قاعدة السيمين والRNA بتحتوي العينة بتاعته على قاعدة اليورسيل ولكن بقية القواعد في الاثنين المتشابهين يعني الادنين والجوانين والسيتوزين اللي موجود في الRNA هم هم الادنين والجوانين والسيتوزين اللي موجود في الDNA ولكن الاختلاب بيكون في القاعدة الرابعة اللي هي السيمين اللي بتبقى متواجدة في الDNA بينما اليورسيل هي المتواجدة في الRNA يبقى لو العينة اللي اكسادك فيها سيمين يبدي اني على طول بينما اليورسيل يبقى على طول RNA دي في البداية في حتة تاني انا عندي العينة بتاعت الDNA النسب بتاعة الاربع قواعد لازم يكون مجموعهم مية في المية نفس الكلام لازم يكون النسب بتاعة القواعد الاربعة برضو مية في المية وده شيء طبيعي طيب اللي هو فيه اختلاف ما بين الاثنين لازم هنا الادنين يساوي نسبة السيمين يعني نسبة الادنين تساوي نسبة السيمين والجوانين لازم تساوي نسبة السيتوزين في الحالة دي العينة لو حصل فيها تساوي نسب الأدينين مع السيمين ونسبة الجوانين مع السيتوزين في الحالة دي الدي النيه بيبقى العينة بتاعته شرطين ولكن لو فيها اختلاف يعني لو عندي الأدينين نسبته مش بتساوي السيمين أو الجوانين مش بتساوي نسبة السيتوزين يبقى في الحالة دي العينة اللوكسادك دي عينة فعلا دي النيه لوجود السيمين ولكن عينة شريط واحد مكونة من شريط واحد لكن بالنسبة للكلام ده هل هو هو موجود هنا طبعا لا يعني ما قدرش أقول إن الأدينين لازم يكون يساوي اليوراسيل ولا الجوانين بيساوي سيتوزين لا طبعا مش شرط ولكن لازم كلهم على بعض مية في المية والمسألة بتاعت النهاردة هتوضح الكلام ده بالنسبة لك بشكل أحسن من كده كتير طيب بصوا كده المسألة بلك حدد نوع الحمض النووي الذي أمامك من خلال الجدول والنسب اللي مدها لك دي عندك عينة 2-3 3 عينات هنمسك العينة الأولى العينة الأولى هنحدد أولا إن كانت DNA أو RNA من القاعدة اللي إحنا لسا جيلينا عليها أولا هتلاقي إن السيمين موجود أهو 40% ولكن اليوراسيل صفر يبقى في البداية العينة دي DNA دي كده أول حاجة طيب تاني حاجة أو العينة الأولى دي تاني حاجة هنجيب فيها النسبة دي ونشوف إذا كانت DNA ده العينة كانت شريطين ولا شريط أولا الأدينين ب40% يبقى أكيد لازم يكون السيمين ب40% طيب الاتنين مجموحهم مع بعض كام 80% باقي كام من المية في المية بتاعت العينة كلها باقي 20% المفروض المفروض أن الجوانين بيساوي كمان السيتوزين يبقى العشرين تتجسم على الاتنين دول يبقى هنا 10% و10% هنا لكن نلاحظ أن الجوانين كام 4% من العشرين المتبقية يبقى دي 16% طيب هل السيتوزين بيساوي الجوانين؟ طبعا لا يبقى العينة دي DNA ومكونة من شريط واحد فقط يبقى عند عدم تساوي السيتوزين مع الجوانين أو الأدينين مع السيمين يبقى العينة دي DNA لوجود السيمين ولكن شريط واحد لعدم تساوي نسب أحد من القاعدتين اللي المفروض يكونوا متساويين طيب دي العينة الأولى العينة التانية هل هي في البداية دي DNA ولا RNA؟ نلاحظ أن اليوراسيلي قيمة هنا هو ولكن السيمين صفر يبقى دي على طول RNA ما قدرش أقول شريط ولا شريطين لأنه أصل RNA معروف شريط طيب نكمل بس الحل هنا هو هنا دي 30 هنا 20 كده 50 خمسين وخمستاشر خمسة وستين يبقى باقي خمسة وثلاثين في المية لأننا لازم كنا العينة 100% ولو نلاحظ أن الأدينين مش بيساوي السيتوزين ولا الجوانين بيساوي السيتوزين أهم مش بيساوي بعض هنا ولا بيساوي بعض هنا يبقى بالتالي مش شرط أن الـ RNA يكون الأدينين بيساوي اليوراسيلي والسيتوزين بيساوي الجوانين ولكن اللي هو شرط أن النسب كلها تكون 100% ثالث عينة هنا الأدينين بتلاتية بس في البداية ما عليش نحدد إن كان RNA أو DNA هنلاقي أن اليوراسيلي بصفر ولكن السيمين لسا عايزين نجيبه ولكن من البداية طالما اليوراسيلي بصفر يبقى على طول العينة أصلاً DNA هنا الأدينين بتلاتين في المية عايزين نجيب السيمين ما نقدرش نقول إنها 30% لما نشوف العينة كلها كام أصلاً هنا السيتوزين بكام بعشرين والجوانين بعشرين برضو لإن الاتنين زي بعض الاتنين مجموعهم بكام مجموعهم باربعين من المية في المية يتبقى 60 طب هنا دي 30 يبقى الباقي من الستين 30 برضو في المية يبقى دي كده التكملة بتاعة الجزئية دي يبقى دي دي إن إيه ولكن شريطين يبقى العينة الأخيرة دي شريطين ليه شريطين؟ لأن نسبة الأدينين والجوانين هم معلش أنا أسف الأدينين والسيمين زي بعض ونسبة الجوانين والسيتوزين زي بعض ولكن أنا قلت في الأول خالص دي إن إيه شريط واحد لعدم تساوي النسب بتاعة الجوانين والسيتوزين وبرضو نفس الكلام لو أنا لقيت السيتوزين والجوانين متسويين ولكن الأدينين والسيمين مش متسويين برضو هيكون شريط واحد المهم أن يكون في عدم تساوي ما بين اتنين إما دول أو دول دي كانت الفكرة بتاعت الحلقة بتاعت اليوم اللي هو إزاي نعين إذا كانت اللي قدامي ده دي إني إيه أو أر إني إيه وإذا كان دي إني إيه إزاي عرف إذا كان ده شريط أو شريطين كان معاكم الأستاذ أحمد مصطفى دعموم أتمنى تكون الفكرة وصلت ولو في أي استفسار سيبولي في التعليقات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة